مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة وبالتالي يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح الأجواء معتدلة نهاراً لطيفة ليلاً مشاهدين فاصل ونواصل وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هناك كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة قادمة عبر شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة مما يؤديه إلى حدوث انخفاض على درجات الحرارة هذا الانخفاض سيكون واضح يومي الأحد والاثنين وبالتالي تكون الأجواء هذه الليلة هذه الليلة أجواء معتدلة إلى لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية وأيضاً الملموسة 20 أيضاً ترتفع نسبة الرطوبة بحيث تصبح 85% أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الأحد أجواء معتدلة صيفية معتدلة أثناء النهار تظهر السحب المتخفضة خاصة في المناطق الشمالية وبالذات المرتفعات الجبلية والعظمى المتوقعة ما بين 27 إلى 29 درجة مئوية والأجواء لطيفة أثناء الليل والصغرى المتوقعة 18 درجة مئوية يوم الأثنين إن شاء الله أيضاً تبقى الأجواء صيفية معتدلة نهاراً ومشمسة وأيضاً صيفية لطيفة بالليل فبتكون الأجواء معتدلة نهاراً لطيفة ليلاً العظمى يوم الأثنين ما بين 27 إلى 29 والصغرى ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية لكن الثلاثة ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ويوم الثلاثة تكون الأجواء صيفية عادية درجات الحرارة حول معدلاتها العظمى المتوقعة ما بين 30 إلى 31 والصغرى بحدود 21 تبقى الأجواء أيضاً معتدلة إلى لطيفة أثناء الليل أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ في المناطق الشمالية اربط أجواء غائمة جزئياً رايحة تكون فيه هناك فرصة لسقوط بعض الأمطار لفترة محدودة في أماكن محدودة والعظمى المتوقعة 29 والصغرى 19 عجلون أيضاً غائمة جزئياً وفيه فرصة لبعض الأمطار المتفرقة العظمى 27 والصغرى 18 جرش 29 والمفرق 30 إلى 17 درجة مئوية المنطقة الوسطى تظهر السحب المنخفضة وبالتالي تكون الأجواء معتدلة مع ظهور بعض السحب المنخفضة في أثناء النهار لكنها رطيفة ليلة البلقاء 28-20 مأدبة 27-19 عمان 27 إلى 29 العظمى والصغرى 18 الزرقاء 31-19 والبحر الميت أجواء حارة نسبياً والصغرى المتوقعة 26 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبياً أثناء النهار لكنها معتدلة ليلاً الأزرق 34-18 الصفاوي 33-17 والرويشد 34 إلى 18 درجة مئوية مشاهدينا نشكر لكم اهتمامكم واستماعكم إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري